أن الله يعرف خفيات القلب كلمة يعرف خفيات القلب تلاقوها في مزمورة 44 يقول أفلا يفحص الله عن هذا هو يعرف خفيات القلب وخفيات القلب دي تفتح علينا موضوع طويل ماذا يختفي في قلبك؟ نقعد نفكر بقى يعني لو في شهوة مال يمكن أنت مش هتمشي تقول للناس أنا بحب الفلوس لكن تفتكر هتستخبع على ربنا ماذا يخفيه قلبك؟ في واحد قلبه كله فلوس طول الوقت مجهول بالفلوس يفرح قوي بالقرش ويزعل قوي على القرش وقد يتحول القرش إلى ممتلكات فتبقى الممتلكات هي كنزه وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك الله يعرف خفيات القلب وفي واحد كل قلبه خدمة الناس يبخته طبعا ده قلب غير ده خالص في واحد يخفي في قلبه كراهية حتى لو ابتسم حتى لو قال كلمة كويسة إنما اللي جوه قلبه إيه غل وحقد وغيز وانتقام تفتكر ربنا مش شايف وفي واحد بالعكس جوه قلبه حب وحب جارف حتى لو معرفش يعبر عنه أحيانا بكلام أو بتصرف لكن جواه مشاعر حب كبيرة أولا زي قديس يحنى الحبيب قد يأتي في الدرجة التانية بعد العذر على طول في الخفاء قديس يحنى الحبيب ده ما كناش نسمع له حسة أبدا وقت ربنا يسوع أول مرة تكلم سمعناه في سؤال صغير في يحنى واحد بيقول له يا سيد أين تمكس بس وسكت على كده ثلاث سنين يعني أنا عزي عزي معك ولزق لربنا يسوع وثلاث سنين لم يفارق طب ما بتتكلمش ليه ما بتقولش رأيك ليه ما بتسألش ليه ما بتحكيش ليه يحنى قاعد يبص على المسيح ويحبه ويتمتع بكل كلمة يقولها ربنا ويحفظ كل كلمة عن ربنا ويجبع بالقاعدة مع ربنا ويتكئ في حضن ربنا ولكنه لا يتفوه بكلمه ليه لأنه يخفي حب داخله طبعا ربنا يسوع الذي يعرف خفيات القلب شايف قلب يحنى كويس وقلب يحنى هو اللي شفع فيه ليلة صليب المسيح الوحيد اللي قدر يكتاز صعوبة المحكمة والصلب وقف تحت الصليب لغاية آخر لحظة طب ده ما كانش بيكلم وأصغر واحد والوحيد اللي ما كانش يعني يقول كده ولا يقول كده إنما أكتر واحد بيحب ربنا وهو يخفي هذا الحب دون أن يعلم أحد عشان كده حتى في إنجيله مكسوف يقول أنا أكتر واحد كنت بحب ربنا يسوع فقال التلميذ اللي إيه الذي كان يسوع يحبه ولكن الله يعرف خفيات القلب يا ترى قلبك في حب ولا في كر ترجمة نانسي قنقر